في إطار خطة إجلاء المواطنين في عدد من دول العالم قامت مملكة البحرين بإجلاء عدد من أبنائها بالتوازي مع تعزيز إجراءات الأمن والسلام المتبعة عند وصولهم مطار البحرين الدولي جنود يعملون ليلا ونهارا يطبقون معايير منظمة الصحة العالمية بحذافرها فور وصول أي طائرة لإجلاء المواطنين لأراضي مملكة البحرين حفاظا على سلامة وأمن المجتمع جهود جبارة تقوم بها مملكة البحرين ضمن خطة عملية الإجلاء للمواطنين المتواجدين بالخارج وإجراءات وقائية واحترازية محكمة تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ تلك الخطة عملية إجلاء المسافرين البحرينين وعدادهم حوالي 95 مسافر إضافة إلى 6 من طاغم الطائرة وتم عملية الفحص من قبل قادرة الطبية المتواجد في خيمة الفحص حيث تم مضع جهزة حرارية في حالة الاشتباه بأحد المسافرين يتم تحويله إلى الطاغم الطبي المتواجد على مدار الساعة بالمطار فإذا تضح المسافر مشتبه به في حمل الفيروس يتم نقله عن طريق مدير شرطة المطار وإخراجه من مبنى المطار بمسار خاص غير المسار الذي يستخدم من قبل المسافرين كما تم إصدار تعليمات مشددة لكافة أفراد الأمن المطار بالالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى درجات الوقاية في التعامل مع الركاب وتطهير وتعقيم جميع عزة التفتيش التي بر منها المسافر فور وصول الطائرة إلى البحرين تتخذ المملكة إجراءات الأمن والسلام المتبعة حيث تقوم بعملية التعقيم والتطهير لجميع الأمتعة وإجراء الفحوصات اللازمة في الأماكن المخصصة للتصدي لفيروس كرونا وحفاظا على سلامة المواطن والمقيم تم إنشاء خيمة طبية بالمنطقة الشمالية في مبنى المطار وتم تقسيم هذا المبنى الخيمة لعدة أقسام منها قسم الاستقبال وقسم الفحص الطبي والجوازات والجمارك إضافة لذلك هي مزودة بجميع الخدمات الخدمات الأمنية والخدمات الصحية وكذلك التأكد من مختلف وسائل النقل التي تعمل على نقل المسافرين من الطائرة إلى موقع الفحص الطبي بالمطار والإشراف على التخلص من النفايات من قبل الجهة المختصة والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من قبل جميع الجهات بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلام الصحية سرعة الإجراءات وسلاستها من قبل فريق البحرين الذي يعمل طوال الوقت وفق الإرشادات والمعايير المعتمدة دوليا ما هي إلا مثال يحتذا به للعالم أجمع وصولا للهدف النهائي وهو سلامة الجميع طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين